بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصلنا إلى درس خاص بشرح ما معنى العناوين العامة والعناوين الخاصة إذا كعجالة أحباء الكرام الهدف من خلال هذا الفيديو هو شرح ما معنى الفرق بين هذين العنوانين ثم في الأخير تقديم شرح بتنوب لغوي إنجليزي عربي نذكر أن هدف هذه السلسلة هي شبكات زائد تعلم الشبكات باللغة الإنجليزية هناك أساسي في اليوتيوب أحسن مني بكثير في الشبكات والتدبير ولكن ما يميز هذه السلسلة هو أننا نريد أن نقوم بشرح عربي إنجليزي أحباء الكرام إذن لاحظ بالعربي عنوان إي باي يستعمل داخل الشبكة المحلية إذن هي عبارة عن مجموعة من العنوين المجانية التي يمكننا أن نستعملها داخل المقاولة أو داخل الشركة أو داخل المنزل مثلا إذن هذه عبارة عن مجموعة من الحواسيب لتواصل بين مختلف هذه الحواسيب نستعمل عنوين إي باي بريفي مجانا للتواصل ولتقاسم المعدات والمعلومات إذن الإدرس بريفي أحباء الكلام سنقول بأنها نور الطابل يعني ما تتمشيش للإنترنت إذن أي حاسوب عنده عنوان إي باي خاص لا يمكنه الاتصال بالإنترنت أما الإدرس بيبليك أحباء هي عنوان إنترنت تمكننا من الوصول إلى الإنترنت إذا أردت أن تتواصل مع العالم الخارجي يجب أن يكون حاسوبك يتوفر على عنوان إي باي عام يعني بيبليك إذن يعني سنشري إذن العناوين الخاصة أحباء الكرامية مجانية أما العناوين العامة سنشريها من مزود الخدمة من مزود الخدمة إتصالات مثلا شركات الإتصالات والإنترنت ومزود الخدمة نرموز له بفورنسر دقسي إنترنت بالفرنسية أما بالإنجليزي أنا قولو Service Internet Provider Service Internet Provider إذن الProvider هو الفورنسر دقسي مزود الخدمات نشري عنوان نستطيع من خلاله التواصل مع العالم الخارجي وسنشرح ذلك عبر مجموعة من الدروس خاصة عندما نريد أن نترجم عنوان خاص مجاني إلى عنوان عام نستعمل تقنية النات أحباء الكرام النات وهي نتورك أحباء الكرام نيتورك أدرس ترونسليشن ترونسليشن يعني ترجمة العنوان الخاصة لعنوان عامة خلاصة التواصل داخل المقاولة يمكننا أن نقوم ببرمجة التواصل مجانا من خلال العنوان الخاصة أما إذا أردنا للانتقال إلى الانترنت سنستعمل العنوان العامة المؤدة عنها إذن كعنوان هناك شرحنا في الدرس السابق بأن عندنا مجموعة من الأصناف سنف كلاس أ ثم كلاس بيت ثم كلاس سي إذن هذه هي المجالات المجالات الخاصة بالعنوين الخاصة يعني إذا كان عندك كلاس أ أحباي الكرام سستعمل الأدرس 10.000.1 يعني هنا نتورك آيدي أما هنا الهوست آيدي أحبايك إن كنت تعطي أي عدد هنا ولكن يجب أن تحصل في دب الرقم 10 في الأول عندما تريد أن تستعمل عنوان خاص تابع للصنف أ هنا الصنف أ أحباي الكرام 172.16 إلى 172.31 يعني هنا بين هذين المجالين دائما 172.16.172.31 يعني يعني واحد الأدرس اللي هي 172 أحباي الكرام مثلا 20.1.1 هذي مزيان آدرس بريفي لأن هذه العشرين هذه محصورة هذه محصورة بين 16 و 31 عشرين محصورة بين 16 و 31 وبالتالي فإن 122.21.1 تعتبر آدرس بريفي لاحظ أحباي الكرام لا أعطيتك مثلا هذا الأدرس تريني وشي شوية 172.40.01 شوف هذا الربعين هذه لا تنتمي إلى المجال 16.31 و 40 ما تنتمي إلى المجال 16.31 وبالتالي هذا الأدرس لا تعتبر آدرس بريفي لا تعتبر باتاتاً أما بالنسبة للصنف السيخ سنحفظه هذا الأدرس 192.168 وهنا يمكننا نغيره الأرقام الحواسيب هنا نقدر نعطي واحد الرقم مثلا نتخيل نعطي واحد العنوان أحباي الكرام دوكلاس سيكون بريفي هي 192.168.1.17 أعدي الحق عليها لأن الأول أكتل الرزمة الأولى والرزمة الثانية هي 192.168 هنا تقدر تبدل ما يريد الحواسيب هنا يمكنك توقيف الفيديو أما لمن أراد أن يتابع الشرعة بالإنجليزي العربي بتناوب لغوي عربي إنجليزي فمرحبا هذا هو الهدف هو إدخال اللغة المتشرى موجود في الإنترنت هذه الأشياء توجد كثيراً في اليوتيوب وفي مواقع التواصل الاجتماعي وككتب إذن todos إيبا 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 فعلا كل الدقاء إيبا كل الدقاء يعني يمكن أن تقسيمها يمكن أن تقسيمها يمكن أن تقسيمها يمكن أن تقسيمها يعني القدر نستطيع كل المجموعات يمكن أن يكون منزلتين بشكل مجموعات مجموعات أساسية مجموعات أساسية أجل كثيرا تقول لها Global إما هدو الأدرس Global يعني Public Global or Public or External هذا تقول لها أدرس Public العامة تقول لها إما Global أو Public أو External ببعادة المجموعات هذه المجموعات يعني هذه المجموعات يمكن أن تكلمون أحدهم أشرحنا في الفيديوات السابقة أشرحنا ما هي واحد آيران نتوارك أشرحنا ما هي أشرحنا ما هي أساسية قلنا اللان والواعن والمان والواعن هي دخم كبير wide area network network يشبك إذن جل كسيدي this group can also be called one addresses those that are used on the internet جل كسيدي those that are used on the internet جل كهد الزادرس بيبليك يستعملون are used يستعملون يستعملون في ال internet and private group 10 جمنا 2 major two major groups and private جل كسيدي الاخر and private local internal internal يعني this address previous بفرنسا ويا ولا بالعربية العناوية الخاصة ولا بالنغليزية سنقول provide local and internal addresses that are used in the local network local network تستعملوا في local network نقول local area network يعني في الريض local إذن كتعرف أحب الكرام كين أخويا سسمح كين هنا ولا كين سسمح هنا ولا كين التعريف الأول التعريف الأول هو عبارة عن تعريف بسيط جدا وهو public IP address public IP address these are public global addresses that are used on the Internet a public IP address is an IP address that's used to access the Internet يعني to sammel that's used to access l'o sol ila Internet public IP address can be routed on the Internet unlike private addresses like 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 l'anawain الخاص التي لا يمكن من خلالها الوصول الى Internet the presence of a public IP address on your router or computer will allow you like a cd الحضور الحضور لل address public the presence of a public IP address on your router or your computer will allow you to organize your own server can manage and manage the server that will be in the virtual provide network file transfer protocol protocol ثم الweb ثم اكسترا قل كسيدي وعلا video surveillance camera and get access to them and get access and get تقدر انك تاكسيدي لهم to them from anywhere في اي مكان anywhere في اي مكان on the global network قل كسيدي بالادرس بي بليك تقدر قادستان تسما ناجي الكاميرا ديالك ديال دار ولل بيسي ديالك ولل سيرفر ديالك وعلا provide ip address provide internal address are not rooted on the internet ما تسقدرش مشي للانترنت and no traffic and no traffic can be sent to them from the internet قل كسيدي ممكنش شي مجموعة اشغال ولا شي حاجة تقدر تصافتها من الانترنت they are only supposed to work they are only فقط only فقط they are هاد الادرس هاد العناوين only supposed to work within the local network within yeah dاخل dاخل الشبكة المحلية private addresses include ip addresses from the following subnet اذا كان هنا معكم باينور ديم لدينا نتلقى بنصالح مرحبا بأي سؤال مرحبا بأي تعليق لا يعونكم لا يسهل عليكم نشوفكم ان شاء الله في الفيديو المقبل حيث سنحدث ان شاء الله على الماسك ريزو ولا قبل الماسك ريزو على عدد الحواسيب في كل صنف عدد الشبكات وعدد الحواسيب في كل صنف شكرا انتي بايكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة